بالنسبة ليه الأستاذة أسماء زوجها بيبيع سجاير وهو حارس أمن وبيتاجر في السجاير هو عايز تطلع عمرة وهي مش عايز تطلع عمرة عشان تجرته في السجاير ترفض العمرة ولا تقبل العمرة لا بأس بذلك أنك تقبل العمرة منه تقليداً يعني اتباعاً أخداً برأي من رأى من العلماء عدم حرمة الدخان بعضهم وقفة عند الكراهة كراهية التدخين فأخداً بهذا الرأي ممكن وتقليداً له يمكن حضرتك تطلع العمرة